اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أب القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره برنامجنا الحب والوصال لبقية الله الأعظم لإمام زماننا حيث أنه ولي نعمتنا حيث أنه ولي أمرنا حيث أنه إمام زماننا حيث أنه الخليفة بالحق لرسول الله صلى الله عليه وآله الخليفة الثاني عشر والذين قال عنهم خلفائي إثنى عشر هو الثاني عشر روحي له الفداء صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف مقطوعة صغيرة نقرأها ثم نتكلم وكما تعلمون الحب بيننا وبين إمام زماننا يقتضي أن يكون له مظهر وانجذاب وتعلق وأن الحب لابد أن يكون شعور المحبوب والمحب مترابطان فلابد أن نربط مشاعرنا بإمام زماننا نربط عواطفنا بإمام زماننا نربط قلوبنا بإمام زماننا يحصل لنا انجذاب إلى ذلك الكمال وإلى ذلك الحق فاق أهل الأرض في عز وجاه فاق أهل الأرض في عز وجاه وارتقى في المجد أعلى مرتقاه لو ملوك الأرض حلوا في رباه لو ملوك الأرض حلوا في ذراه كان أعلى صفهم صف النعال كان أعلى صفهم لو يريدون يرتقون كان أعلى صفهم صف صف النعال ذو اقتدار الله مطي قدرة ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع إذا يريد يقلب الطباع طبع النور الإشعاع طبع الظلام لا شيء يقدر يقلب الطباع ذو اقتدار ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع صير الإظلام طبعا للشعاع الظلم يخليها تشعع مثل النور لو أراد وارتدى الإمكان الشيء الممكن وارتدى الإمكان برد الإمتناع قدرة موهوبة من ذي الجلال إذا كانت له هكذا قدرة موهوبة من ذي الجلال هذا هو إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف نذكر بعض ما يمكن أن يعلقنا بإمام زماننا أن نهذب أنفسنا بأن يكون تعلقنا تعلق صحيح زين أنظر إلى هذه القصة التي حدثت في زمان مولانا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قصة أحمد بن إسحاق تعلمون أحمد بن إسحاق القمي من الرجالات الذين قال فيهم الإمام العسكري بكي يدفع الله البلاء عن أهل قم هكذا شخصية عظيمة أحمد بن إسحاق أحمد بن إسحاق بعد هذه القصة التي سنرويها بعدها لما رجع في الطريق توفي في الطريق في حلوان منطق على حدود إيران والعراق منطق حدودية وله قبر قزرته لعله قبل ثلاثين سنة مشينا عند قبره الشريف لما وصل إلى هناك وكان مع القافلة ثقلة اتمرض اتأذى فقال لأصحابه للقافلة روحوا بق واحد عندي خدمة فهذا الشخص يقول كنت معه إلى منتصف الليل فقلت أروح شوية أرتاح كان يمرض يريح يقول رحت أرتاح شوية استراحت جبالي خلا قم أشوفه قمت شفت قد انتهى خذني النوم فادي مقدار وخادم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه جاي ام غسله وجايب لأكفان من قبل الإمام العسكري ام كفنه وام هيئه قال يالله صلوا على صاحبكم صلوا علي وقوموا دفنوا أحمد بن إسحاق الإمام صلوات الله عليه يبعث خادم الخاص يروحي غسل ويكثن بكثا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أحمد بن إسحاق يروي لنا هذه القصة يقول دخلت على أبي محمد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأنا أريد أن أسأله عن الخلف بعده ردي تقول بعد الإمام صلوات الله عليه أم مو شايب مو كبير الإمام الإمام حين وفاته كان تسعة وعشرين سنة عمره أصغر الأئمة يعني أقلهم حياة على حسب الحياة الظاهرية الإمام الجواد خمسة وعشرين سنة وبعده الإمام العسكري صلوات الله عليه اللي هو تسعة وعشرين سنة لاحظت هذا المعنى وبعده الإمام الهادي اثنين وأربعين سنة وبعده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه اثنين وخمسين سنة تقريبا أعمارهم ما كانت أعمار طبيعية بل أعمارهم كانت تنتهي بالسم الغرض أن أحمد ابن إسحاق القمي يقول دخلت على الإمام وردت أسئلة عن الخلف من بعده يعني أردت أن أسأله عن الإمام الثاني عشر لأن الإمام العسكري هو الإمام الحادي عشر الإمام الثاني عشر من هو مولانا فقال لي مبتدئا قبل ما أسئله مبتدئا قال لي يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق الله آدم الحجج كانت تجي وتروح الحجج إما الأنبياء أو الأوصياء أو أوصياء الأوصياء ذو لكانت دائما الأرض ما تخلو من حجه ما يتركه الله عز وجل ولا تخلو إلى يوم القيامة من حجة من حجة الله على خلقه به يدفع الله البلاء عن أهل الأرض شلون قال لي لأحمد بن إسحاق بكي يدفع الله البلاء عن أهل قوم لأن قدرت التكوينية والوجودية هكذا يحترمها الله عز وجل يدفع الله عن أهل قوم أما الإمام المعصوم لا عن أهل الأرض وبه ينزل الغيث يغيث الله أهل الأرض بالأمطار ببركة إمام زماننا وبه يخرج بركات الأرض فقلت يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك ما يصير نشوف مولانا فنهض الإمام العسكري فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام خلي على كتف وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البأدر جمال جمال إلهي من ابناء ثلاث سنين فقال يا أحمد يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك علينا الأعداء امرق بينا يبعثون جواسيس وعيون إلى بيوتنا يردون يشوفون الإمام الثاني عشر تولد يولا ونحن أخفيناها لولا كأحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله إلك منزل عند الله لولا شو هذا شنو من إنسان هذا الإمام يعبر عنه التعبير لولا كرامتك على الله وعلى حججه إلك مقام عند الله وعندنا ما عرضت عليك ابني هذا لولا كرامتك على الله وعلينا ما كنت تشوفه إنه آذى الغلام القمر اللي تشوفك أنه فلقط قمار إنه سمي رسول الله اسمه محمد وكنيه كنيته أبو القاسم إمام زماننا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلم وجورا في غيابه الأرض تملأ ظلما تملأ جورا الظلم والجاور من قبل الأمة والحكام الحكام منين ينشؤون من هذه الأمم منين يولى عليهم منهم يولى عليهم مو من غيرهم الله ما يجب ملك يوليهم إلى أن يشاء الله ويأذن في ظهور صاحب العصر والزمان حينئذ يملأها قسطا وعدلا يملأ الأرض هذا هو حجة الله لما يغيم حجة الله الأرض تكون يستولي عليها الظلم وكما ورد في الحديث الظلم ظلمات يعني الأرض كلها مظلمة لو لا إمام زماننا أجل الله تعالى فرجه الشريف قال لهذا الصبي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ جورا وظلما يا أحمد يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر إشلون الخضر غائب عن الناس ومثله كمثل ذي القرنين إشلون ذي القرنين حكم الأرض كلها حكم قرنيها طرفي الأرض بيديه كذلك حكومة الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام لما يحكم مو يحكم بلده النبي صلى الله عليه وآله ابتدأت حكومته من المدينة المنورة ثم اتسعت 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 إلى أن كانت في زمن أمير المؤمنين امتدت إلى أفريقيا امتدت ثم امتدت إلى هذا العالم الإسلامي الواسع ولكن هناك حكومات هناك ولايات بعيدة هناك أراضي شاسعة لم يصلها الإسلام مو بلاد مسلمين هاي أوروبا عندك هاي الأمريكتين عندك أستراليا عندك هاي الأراضي البعيدة عندك هذه كلها تضم إلى حكومة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشبه ذلق يشبه ذلقرنين يعني مثل ذلقرنين مثل ذلقرنين حكم قرني الأرض يعني طرفي الأرض يعني الأرض كلها تحت تصرفه والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلك في غيبته الإدعاءات كثيرة هذا يدعي أنه هو الإمام ذاك يدعي أنه من قرابة الإمام ذاك يدعي أنه نائب الإمام ذاك يدعي أنه ابن الإمام وهو كذب زمان نهاي الدعاوي والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من التهلك إلا من يثبته الله على القول بإمامته مو ذول لا ما عليك بغيره بس هو ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه شفت من الأمور المهمة لإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يبين الشخص الذي يحب إمام زمانه ويرتبط بإمام زمانه صحيح أن أحمد بن إسحاق إمام زمانه الإمام العسكري بس أحب أن يرى الإمام بعده شفاه الشطارة هذه من من الله عليه أن أراه الإمام هو مات في حياة إمام زمانه الإمام العسكري ولكن رأى الإمام الذي بعده يعني هذا توفيق الشوق والمحبة دعته إلى أن يسأل إحنا إذا عدنا شوق محبة الإمام العسكري يقول وَوَفَّقَهُ لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ تَدْعُو بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ شوقت تدعو صبح من تقعد الظهر من الصلي العصر الصلي المغرب الصلي العشاء الصلي نصصلي للصلي تدعو له ما تنسى إذا تريد الله يوثقك ووفقه هذا توفيق إلهي تدعو بتعجيل الفرج لأن في ذلك فرج الأمة فرج الجميع قال أحمد بن إسحاق قلت له يا مولاي هل من علامة يطمئن إليها قلبي شوف فرد واحد يشوف له فرد حاجة يقول هاي الحاجة أصلية لو مو أصلية ما أعرفها قطيني فد علامة يقول مختومة بهذا الختم اتدور على العلامة لأنك ما تعرف أنها أصلية لو مو أصلية اتدور على ماذا العلامة أحمد بن إسحاق قل للإمام من الحجة بعدك الإمام راح جاب للإمام الحجة ثلاث سنوات وضعه على عاتقه قال جابك القمر ليلة البدر زين أحمد بن إسحاق أنت إمامك العسكري جاب الإمام الحجة رواكيا وقال لك لو لا كرامتك اتدور على علامة بعد أنت الإمام شايفة اتدور لك على علامة بس هذا الطبع الإنسان هو يدور على علامة حتى يطمئن قلبه أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي من هذا الباب فشيق لهل من علامة يطمئن إليها قلبي فنطق الغلام بلسان عربي فصيح فقال أنا بقية الله في أرضه السلام عليك كما الروايات أمرتنا أن نسلم على الإمام بهذا التسليم السلام عليك يا بقية الله في أرضه ها قال لأنا بقية الله في أرضه والمنتق من أعدائه فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق اتشفت إمامك اتدور على علامة هو إمام لو مو إمام انت شفت العلامة شاستو بيه العلامة تريد تدلك على شيء العلامة تريد تدليك وانت وصلت انت وصلت إلى إمام زمانك اتدور على علامة بعد ها هذا مما يجعلنا أن قلوبنا نربطها ارتباط وثيق بإمام زماننا فقال أحمد بن إسحاق فخرجت مسرورا فرحا فلما كان من الغد عدت إليه جاي من قم إلى سامراء كم يوم بقى اليوم الأول لما وصل بخدمة الإمام العسكري وتشرف برؤية إمام زمانه الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف أيضا في اللي راح استراح يوم الثاني يجي فقل يوم الثاني يقول عدت إليه فقلت يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما أنعمت علي لو تدرش قد فرحت مولاي شوف أحمد بن إسحاق لما رأى رأى الإمام الحجة يقول دخلني السرور يعني احنا للغفل اللي في قلوبنا ما نبحث عن سرور القلوب لو ينكشف هذا الرين هذا الزنجار هذا الحجاب لو ينكشف عن قلوبنا ونتعلق بإمام زماننا هذا السرور يا حصي ابن إسحاق أحمد ابن إسحاق يقول دخلني فخرجت مسرورا فرحا شدة سرور فرح عندي اللي يشوفني يقول لي شبيك طاير فرح ما يدري بي يشبيه خصني الله بشرف عظيم إمامي الإمام العسكري أراني ابنه الإمام الحجة المنتظر وهو صغير ثلاث سنوات عمره فقلت يا ابن رسول الله فقلت فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين اللي البارح أشرت لي إلهين البارح كان راح اليوم إجي إذ ذكر ذي كلمتين قل لي هذا مثل الخضر ومثل ذي القرنين يقول لي شنو هاي معناها مولاي فقال طول الغيبة يا أحمد يغيب الناس ما تشوفه طول الغيبة نسأل الله أن ينهي الغيبة ويعجل في فرجه فقلت يا ابن رسول الله وإن غيبته لتطول قال إي وربي حتى يرجع الله هذه خطر هذه خطر وإن غيبته لتطول قال إي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به فلا يبقى إلا من أخذ الله عهده بولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وإيده بروح منه يعني في عصر الغيبة كثير شوف يقول أكثر القائلين به أكثر القائلين بإمامة إمام زماننا رح يتراجعون يسلب منهم هذا التوفيق فلما طال عليهم العهد ماكو العهد لما يقول الغيبة الطول يقومون يشككون زين أنت اللي شككت بإمام زمانك شككت بالخضير ها شككت خلي أبعدك شوية شككت بوجود إبليس ها إبليس أكرم على الله من إمام زمانك هو إبليس تدريش قد عمره من يوم آدم وقبل آدم كان إبليس إلى يومك هذا عايش الله مطي عمر لإمام زمانك ميطي عمر ليش الشك ليش بعد الله سبحانه وتعالى يريد يختبر هذه الأمة محا ادعاءات خليك صانع وجها صانع وجها يكفيك الوجوه لنظل كل يوم نركض ورى واحد ما يردون نعمل ذلك ليش تركض ورى الناس ليش تنصب دون المعصوم شخص تصدقه في كل إياك أن تنصب دون الحج شخصا فتصدقه في كل ما قال وإنما نحن ارتباطنا بإمام زماننا والغيب مو مهم احنا كل شي نشوفه لازم نصدق به حتى إذا ما شفناه ما نصدق به بعض الأشياء آثارها بركاتها الآن الكهرباء منشوفها آثارها بركاتها نشوفها إمام زماننا حتى لو ما شفناه آثارها بركاتها أو قولت عوام الناس الله ينشاف بالعين خم ينشاف بالعين هذه خلق الله رحمة الله أشياء لنظل نركض ورى الأشياء الظاهرة فقط الإيمان بالغيب نقطة مهم نمتحن بها نسأل الله العفو والعافية والمعافاة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر